السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكل عشاق كرة القدم السوريح حوالين العالم المفروض أن منتخب سوريا الأول بإذن الله إن شاء الله هيلعب مباراة ودية وحيدة مع منتخب الكويت الوطني المباراة هتكون على ملعب شرطة دبي يوم الثلاث سبعتاشر عشر الفين تلاتة وعشرين الساعة تمانية مساء بإذن الله لكن العجيب في الأمر أن الاتحاد الكويتي لكرة القدم نشر من حوالي ساعتين بيان بيؤكد فيه رئيس بعثة المنتخب الكويتي في الإمارات أن هناك مواجهتين ما بين المنتخب السوري والمنتخب الكويتي يعني هو كاتب كده بالنص وتمنى رئيس الوفد أن تتحقق الفائدة من مواجهتين الإمارات وسوريا الوديتين مضيفا إلى تقديم مستوى مميز وتطبيق تعليمات الجهاز الفني على أرض الملعب هو الفائدة التي يسعى الجميع إلى بلوغها الأمر إلى الآن مش محسوم محدش عارف هل هم مبارتين ولا مباراة واحدة أنا شخصيا أتمنى أن هم يكونوا مبارتين تحديدا وأن إحنا عندنا عدد كبير من الأسماء اللي المفروض أن هي تمثل المنتخب السوري ومنهم ثلاث أسماء هيمثلوا المنتخب السوري الأول لأول مرة في تاريخهم واللي هم إذاكيل العم وإبراهيم هصار وبالإضافة إلى إلمار إبراهام وأيضا مكسيم صراف حارس مرمى منتخب سوريا الأولمبي وحارس مرمى منتخب سوريا الأول منتظرين تأكيد من الاتحاد السوري هل هم مبارتين ولا مباراة ودية واحدة تحديدا وإني مكتوب على صفحة الاتحاد السوري لكرة القدم إن المعسكر هينتهي إن شاء الله بإذن الله يوم 18 أكتوبر هل يطار هنلعب مباراة يوم 17 مباراة تاني يوم 18 تاني يوم طبعا الأمر صعب جدا جدا اليومين ثلاثة اللي فاتوا ناس كتيرة سألت يطار هل قائمة منتخب سوريا اللي هتلعب في المباراة مباراة سوريا والكويتية المباراة النهائية أو هي القائمة النهائية هي دي القائمة اللي هيستقر عليها أكتر كوبر هنتكلم في الأمر ده النهاردة ويمكن من يومين برضو عمر ميداني وبشكل رسمي ثابت إنه عنده إصابة وبالتالي تم إعفاءه من مباراة سوريا والكويت هيكون موجود في المعسكر للاستشفاء والعلاج وللمشاركة في التمرين ولكن هيكون بدلا منه بإذن الله إن شاء الله يوسف محمد يوسف محمد من المواهب الواعدة ولعب لديه مستوى جيد جدا سواء مع المنتخب السوري الأولمبي أيام الكابتن فجر إبراهيم وبعد كده مرورا بالمنتخب الأولمبي مع الكابتن أيمن الحكيم لحد المنتخب السوري الأول موهبة جيدة ووعيدة أيضا من اللفتات الطيبة أمس أن المنتخب السوري والكادر الفني احتفلوا باللاعبين الجدد في المعسكر والصورة اللي أمامكم فيها إبراهي صار أو إبراهيم هيصار وهو بيحتفل وبيمر ما بين اللعيب تعالوا بقى نتكلم عن مباراة سوريا والكويت أولا هل يطرى مباراة منتخب سوريا مع منتخب الكويت مفيدة؟ بني وبينكم أنا أتمنى دايما أن أنا أشوف منتخب سوريا بيلعب مباريات مع منتخبات أقوى منه مش منتخبات أقل منه يعني أنا لو جبت حد أضعف مني بدنيا وضربته وتخنقت فيه ولعبت معه مطش ملاكمة هل هستفيد؟ أشك يعني هيكون بالنسبة للأمر ما إلا تمرين يعني لكن لما بلعب مع حد أقوى مني آه طبعا المباراة بتكون صعبة أي نعم هيكون الاستعداد مختلف ولكن على ناحية أخرى أنا هستفيد حتى ولو اتغلبت للأسف هيكتر كوبر إلى الآن مش راضي يدخل جوه منطقة إن هو يلعب مباراة صعبة يعني المباراة مع منتخب الكويت مباراة في المتناول من وجهة نظري منتخب سوريا في المركز التلاتة وتسعين آه منتخب الكويت في المركز المية خمسة وتلاتين عالميا منتخب سوريا في المركز الحداشر أو الاتناشر عربيا منتخب الكويت يعني متأخر عشر مراكز كمان يعني في المركز الاتنين وعشرين عالميا آه من ناحية العربية يعني مش من ناحية العالمية وبالتالي المباراة مع منتخب الكويت هيكون لها فوائد أي نعم ولكن فوائد من نوع آخر هتكون تمرين للمنتخب السوري هتكون محاولة لهكتور كوبر سهلة لإشراك اللاعبين الجدد لأول مرة مع المنتخب السوري الأول وهو الهدف ده من المباراة دي أما لو كانوا مبارتين هيكون الوضع مختلف يعني لو ثبتت رؤية الاتحاد الكويتي لكرة القدم ولعبنا مبارتين وديتين مع المنتخب الكويتي هيكون الأمر مختلف وكده يقدر هكتور كوبر يلعب بتشكيلتين ويلعب بطريقتين لعب مختلفتين تحديدا وإن إحنا بنتكلم عن مباراة وديتين عايز أقول لكم أن خلال اليومين ثلاثة اللي فاتوا وهكتور كوبر صرح بمجموعة من التصريحات وأكد أن منتخب سوريا الأول هيلعب مبارتين وديتين خلال الأيام المقبلة بإذن الله إن شاء الله مباراة مع كوريا الشمالية ومباراة أخرى مع منتخب إيران هنا بقى إحنا بنتكلم عن شكل واضح للمباراة الودية بنتكلم عن منافسة لا ترحم قد يكون هيكتور كوبر واخد الموضوع بشكل تدريجي وارد كل شيء وارد تعالوا بقى نتكلم عن يا ترى كوبر هيلعب إزاي أنا أعتقد أن هيكتور كوبر هيلعب بنفس تشكيلته المعهودة وبنفس قائمته المعهودة وبنفس طريقة لعبه المعهودة يعني هو مش هيغير كتير كثيرا من التحفظ الدفاعي بالإضافة إلى قليلا من الهجوم والهجمات التكتيكية الحذرة جدا جدا آه هو بيحاول هيكتور كوبر أن هو يبني الهجوم ولكن هو محكوم بإمكانيات اللعبين وأنا أأمل أن وجود كل من إبراهي سار ووجود إزاكيل العم والمار إبراهام وكمان محمد عثمان إلى جوارهم هيشكله إن شاء الله بإذن الله ثراء في خط الوسط وهيخله عمر السومة يلعب في مكانه يعني يعني عمر السومة بيلعبش في مكانه في البطولة العربية مع الكابتن حسام السيد عمر السومة كان مدافعا كان لعبا خط وسط لكن مهاجما لم نره في الهجوم إلا في هجمة وحيدة وبالتالي إحنا لحد الوقت مش قادرين نوظف لاعب بإمكانيات عمر السومة أو لاعب بإمكانيات عمر خريبين أنا أرى أن مباراة الكويت هتكون إن شاء الله بإذن الله ظهورا مختلفا لكل من عمر السومة وعمر خريبين بإذن الله إن شاء الله طيب هكتور كوبر أعتقد برضو أنه هو هيبني على مباراة الصين يعني هو هيكمل على مباراة الصين هيلعب تقريبا من نفس الأسماء وهيستبدل بس بعض من الأسماء عشان يخلي المار وإبرة وإذا كيل يلعبوا مش أكتر من كده هو هكتور كوبر مش من أصحاب التغييرات الجذرية أو التغييرات الشديدة يعني لا هو معروف أسلوبه من أيام ما كان بيلعب مع منتخب مصر هو بيحب يلعب دفاع قليل من الهجوم بيحب يلعب كرة قدم على الأرض قادر المستطاع وبيحاول أنه يخطف الهجمات بكل بساطة وبكل يسر لأنه هو مش من المدربين المغامرين وعايز أقول لكم أني قد يبدو أن هذا الأسلوب غير ملائم لمنتخب سوريا ولكن عايز أقول لكم أن هذا الأسلوب استطاع به هكتور كوبر أن يصل إلى كأس العالم مع منتخب مصر آه هو نختلف نتفق ولكن أسلوب ناجح على أرض الواقع أسلوبا ناجحا تعالوا بقى نقول في الآخر الأسماء اللي متوقع أن هي تشارك إن شاء الله بإذن الله في مباراة الكويت أنا أعتقد أني هكتور كوبر هيلعب بإبراهيم علمة بشكل مباشر ومش هيغامر مش هيفكر أعتقد أني في الشروط التاني آه أمجد السيد إن شاء الله بإذن الله هياخد آه تبديل هياخد فرصة في المباراة المقبلة أنا أعتقد أني في الدفاع هيكون عندنا سعد أحمد هيكون عندنا عبد الرحمن ويس هيكون عندنا مؤيد الخولي آه هيكون عندنا مؤيد العجن وهيكون عندنا خالد كرديغلي إن شاء الله بإذن الله أعتقد أن في خط الوسط هيكون عندنا ثائر كرومة المار إبراهيم محمد عثمان إبراهي سار أعتقد أن في الهجوم ودي وجهة نظري الشخصية مش هيبدأ ولا بعمر السومة ولا بعمر خريبين أعتقد أنه هو هيدي فرصة كاملة مكتملة لعمار رمضان قد يكون إلى جوار عمار رمضان عمر خريبين ولكني أرى أن عمار رمضان هياخد فرصة كاملة بإذن الله في بداية مباراة الكويت وهيكون البديل لعمر السومة وده أمر منطقي إحنا بنتكلم على مباراة والدية وطبعا بكل تأكيد أكيد هيشارك كإذا كيل العام إن شاء الله في قلب الدفاع إلى جوار عبد الرحمن ويسا أشكركم جدا على حسن المتابعة وإن شاء الله بإذن الله تكون مباراة قيمة لمنتخب سوريا أمام منتخب الكويت والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته